حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبركاته وبعده فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نبعث لجلالتكم معبرين عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالتكم وعلى مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات كما ونود أن نغتنمان سائم حلول هذه الأيام الكريمة لنعرب لجلالتكم عن خالص الاعتزاز والتقدير لمسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في وطننا الغالي تحقيقا لأمان وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم دعينا الله عز وجل أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر إنه سميع عليم مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ التقدير والامتنان تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك وأننا نقدر لسموكم هذه المشاعر الكريمة لندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى مملكتنا العزيزة وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات حفظ الله سموكم لمواصلة الدور البناء الذي تنهضون به في سبيل تقدم ورفاه مملكتنا ودمتم بحفظ الله سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحر وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدع عبد الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأبحى المبارك فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأبحى المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وشعبها الوفي ويعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك وفي الوقت الذي نقدر لسموكم هذه التهنئة والمشاعر الفياضة لندعو الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى وطننا وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات حفظ الله سموكم لمواصلة دوركم المميز في سبيل تقدم ونماء مملكتنا العزيزة ودمتم بحفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وإذ أكرر خالص التهاني لسموكم لأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور صحة والسعادة وطول العمر وأن يكلل جهودكم المخلصة بعونه وتوفيقه وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والإزدهار وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إنه سميع مجيب ودمتم سموكم سلمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد تلقينا بالتقدير برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب لسموكم في هذه المناسبة المباركة عن شكرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا وأن نبادلكم التهاني دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عليكم وعلى وطننا الغالي وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء اشتركوا في القناة